نبدأ إذن مشاهدين بآخر التطورات في أوكرانيا معارك عنيفة تدور في باخموت رغم ذلك تنفي كييف تقدم قوات فاغنر الروسية في هذه المدينة مع إعلان كندا أيضا إرسال دبابات ليوبارد ليطالب وزير الدفاع الأوكراني الغرب بعدم التردد أكثر في إرسال مقاتلات حربية من كييف نلقي مع مراسلنا محمد زاوي مزيدا من الضوء على تفاصيل هذه التطورات إذن محمد تردد غربي يجابه بانتقاد أوكراني وفي ذات الوقت الأعين على باخموت التي تقول الاستخبارات البريطانية لو سيطرت عليها روسيا سيكون ذلك أكبر انتصار لها هذا الصيف ما خصوصية باخموت وما تطورات المعارك تفضل نعم زاهر باخموت المدينة الاستراتيجية وبؤرة التوتر الرئيسي في المنطقة الشرقية على مدار الشهر الأخير الجانب الأوكراني ما زال يصر على روايته بأن القوات الأوكرانية والوحدات المتمركزة في هذه المدينة لا زالت صامدة وتدفع على مرة الساعات الماضية الهجمات المتكررة للقوات الروسية الجانب الأوكراني يقول بأن القوات الروسية دفعت بالمزيد من التعزيزات العسكرية لمجموعات فاغنر لكذلك المقاتلين الانفصاليين وكذلك القوات النظامية كل هذا يجري تحت غطاء قصف مدفعي وقصف كثيف براجمات الصواريخ طبعا الجهة الشمالية لمنطقة باخموت أو لمدينة باخموت لا زالت تشهد اشتباكات مسلحة بين القوات الأوكرانية وكذلك القوات الروسية على العموم زاهر الجبهة الشمالية من دونياتسك أيضا تشهد التوتر ليس فقط في باخموت ولكن أيضا في مدينة ليمان وفق ما تقول التقارير العسكرية الأوكرانية هناك أيضا جرت محاولات روسية لاختراق الدفاعات الأوكرانية من قبل مجموعة فاغنر مساءها هذا اليوم ذكرت القيادة العسكرية لشرق أوكرانيا بأن القوات الروسية دفعت أيضا بالمزيد من الوحدات الخاصة الوحدات البرية وكذلك البحرية في اتجاه منطقة فوغليدار هذه المنطقة وهذه المدينة أصبحت محل تركيز واسع أيضا من قبل القوات الروسية في حصيلة هذا اليوم يقول الجانب الأوكراني بأن القوات الروسية شنت أربع غارات صاروخية وأكثر من أربعين هجوما براجمات صواريخ متعددة خاصة على منطقة خاركيف التي أدى بها القصف إلى تدمير منشأة تعليمية وإصابة على عدد من المدنيين وأيضا بمنطقة خرصون التي هجمت أيضا براجمات الصواريخ وفق ما يقول الجانب الأوكراني ما أوقع قتلى وجرحى في هذه المدينة بالضبط وعلى ضفتي نهر الدنيبر لازالت القوات الأوكرانية وكذلك القوات الروسية يتبادلان القصف المكثف على مر ساعات هذا اليوم على العموم الوضع صعب وفق ما يصفه الجانب الأوكراني وفق أيضا ما وصفه الرئيس فولو ديمير زيلينسكي الذي نستمع لتصريحاته كثيرا ما كان علي أن أقول أن الوضع على الجبهة صعب ويزداد صعوبة وقد حان الوقت لأقول ذلك مرة أخرى الغزاة يرسلون المزيد من قواتهم لتحطيم دفاعاتنا الوضع صعب جدا الآن في باخموت وفوليدار وليمان ومناطق أخرى في غضون هذه التطورات الميدانية انتقد وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف ما أسماه بالتردد الغربي فيما تعلق بإرسال مقاتلات حربية إلى أوكرانيا خوفا من تصعيد الوضع وتصعيد القتال مع روسيا وقال بأن هذا التردد سيؤدي إلى قتل المزيد من المدنيين الأوكرانيين وفي رسالة تطمين خلال مؤتمر صحفي اليوم قال بأن جميع الأسلحة الغربية التي قدمت لبلاده ومنها تلك الأسلحة الأمريكية طويلة المدى لن يتم استخدامها إلا على الأراضي الأوكرانية ولن تقوم القوات الأوكرانية بشن غارات على الأراضي الروسية نستمع إلى وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف نعلن دائما لشركائنا أننا نلزم أنفسنا بعدم استخدام الأسلحة المقدمة من طرفهم ضد أراضي روسيا ولكن فقط على قواتهم في أراضينا المحتلة